لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شهدنا التفاعلك الكبير مع الأنغام والموسيقى مع أغنية تحياكم حدثنا عن الأجواء التي عشتها خلال هذه والله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر استضافة مع الحبيب الغالي عائل الله يحفوذك نحن قدمنا مع هذا وكان التفاعل حلو جدا وكان مع الألغام حق الغنية ونحن نجحنا في التنسيق بإذن الله وكان عمل جيد جدا طيب استخدام أنت تعتمد أكثر على استخدام الطبل الطبلة في العزف هذا الذي تعتمد عليه تستخدم الطبلة أكثر والتفاعل أكثر والحماس أكثر لما يديه للمشاهد يعني هذا الإقاع يعطي حماس أكثر برأيك صح؟ أيوة هذا إقاع حربي على ما أعتقد صح؟ تعتبر الآلة هذه آلة حرب عندنا في اليمن ونستخدمها في الحفلات وفي العراس وفي المناسبات وشيء أساسي هناك ثلاثة موجودين أي واحدة في المتضل الحرب؟ هذه تسمى طاصة اللي في النص تسمى طاصة؟ وهو الأثنين قبل مرافع عندنا الجلد حقها بالاستيك تعزف عليها صوتها عالي وقوي استخدم الحفلات عراس مناسبات العياد كان زمان آلة حرب جميل طيب، عندما نتحدث عن الأغنية والرياضة ودور الأغنية في الرياضة ما هو الأثر الذي تتركه الأغنية في عالم الرياضة؟ وإلى أي مدى تساعد على نبذ التعصب والعنف إلى حد كبير أحيانا؟ والله دائما الرياضة تجمع الشعوب يعني وتنبذ التعصب أنا حتى الكرام المكتوب فيه جزء كبير طيب، ما الله سأل لك بخصوص الشباب والتراث اليمني الغنائي إلى أي مدى اليوم هناك هذا الشغف لدى اليمنيين في تصدير فنهم إلى العالم وربما منذ القطر كان فرصة أو بوابة لهذا؟ أولا، تراثنا هو حد الآن حي واليمن غنية بالتراث وتضاريسها وثقافتها والتضاريس الجغرافي يتعدد ألوانه من التراث في عندنا ألوان خيرات الجبلية والصحراوية والسواحل وألوان كثيرة من التراث وأكثر بلد هي اليمن المشبعة بالتراث صنعاني، حديدي، تهامي والتراث ما زلنا نحن نخله يكون صاعد وعندنا حتى الطفل يعني مشبعين بالتراث التراث كلمة جوهرية بس مهضومين بالإعلام شوية بس إن شاء الله نحن نقدم الأثر ولا أكثر التراث كلمة جوهرية يعني عائل إلى أي مدى تهتم بإحياء التراث العربي ترجمة نانسي قنقر